مرحبا بحرقكم من جديد فبعض الأحيان الناس اللي بتقطع مسافات كبيرة عشان تروح شغلها وهي صايمة ممكن ما تلحقش صلاة الجماعة أو الفرد يروح عليها والناس دي يعني بتضطر إنها تجمع كل الفروض مع بعضها في توقيت واحد علشان يعني تكون قدة الفروض اللي مطلوبة منها طيب إيه هي أو إيه هو حكم جمع الفروض مع بعض في نهار رمضان وإزاي علم ابني إنه يصوم مع باقي أفراد الأسرة ولو اضطريت في وقت من الأوقات إن أنا أجمع عدد من الفروض هل صومي مقبول عند ربنا سبحانه وتعالى دي أسئلة حنعرف إجابتها من الشيخ السيد عرفة عضو المركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أهلا بك يا شيخ سيد ابن ورنم أهلا وسهلا ومرحبا أهلا بحضرتك يعني عدد كبير جدا من الأسئلة يعني ربما بيتبادر لزهن الشخص المسلم وخصوصا السؤال اللي هو حكم جمع الفروض ناس كتير جدا النهاردة بتشتغل شغلانة واثنين وتلاتة وربما يعني تضطر إن هي تجمع عدد من الفروض وخصوصا الظهر والعصر يعني بيبقى دايما هم دول أكتر فردين ممكن يتجمعوا حكم الصمئ مع جمع الفروض بذاتا الحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ونولاه وإحنا في صباح يوم الجمعة بنقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الجامع لأسرارك الدال اللي عليك والموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها يا ربنا الفرج والبركة والتيسير وتخلصنا بها يا ربنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا بها يا ربنا في اليقظة وفي المنام وتجمع شملنا بها مع النبي العلام وعلى آله ودات الإسلام وأصحابه الأعلام وسلم تسليما كثيرا وبعد بشكر حضرتك على هذا المقدم وهذا الترحاب وإحنا بنتكلم عن الصلاة الصلاة هي الركن الثاني من أركان هذا الدين القويم الصلاة قرة عيون المؤمنين كما كانت قرة عين سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الصلاة إن احنا بنكلم ربنا سبحانه وتعالى كل يوم خمس مرات لأن سيد النبي صلى الله عليه وسلم علمني قال الله في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الله وانا كده وائف بصلي أنا بكلم ربنا سبحانه وتعالى لذلك ربنا إدني مواقيت للصلاة فقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا طيب حضرتك بتتكلم هنا إن بعض الناس ممكن يكون عندهم سفر ممكن يكون عندهم شغل ممكن يكون عندهم حاجة وما يستطعوش إنهم يصلوا الصلاة في وقتها اللي هو أفضل شيء تسألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود إيه أفضل الأعمال يا سيدنا النبي قال الصلاة على وقتها بعد ما قال أول حاجة إيمانهم بالله وبرسوله بعد كده قال الصلاة لوقتها أي على وقتها طيب أنا عندي شغل عندي ضرورة مش عارفة صلي ربنا سبحانه وتعالى من فضل على أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إداني حاجة اسمها الرخصة معنى الرخصة سيدنا عمر كان يسميها الهدية عندي هدية من ربنا اللي هي هدية الجمع والقصر بمعنى إن أنا مثلا مسافر ربنا إداني رخصة إن أنا أفطر وأنا مسافر إن أنا وأنا مسافر هصلي الظهر ركعتين اللي هو أربعة في الطبيعي هصلي ركعتين هصلي العصر ركعتين هصلي العشاء ركعتين المغرب ما فيهش قصر طيب اداني رخصة تانية اسمها رخصة جمع التقديم بمعنى هصلي الظهر والعصر في وقت الظهر وجمع تأخير هصلي الظهر والعصر في وقت العصر يبا دي كلها اسمها رخص من ربنا سبحانه وتعالى بعض الناس بكون عندهم شغل ومعاوزين يجمعوا الظهر مع العصر أو مسافر ومش هيقدر يصلي الظهر والعصر في وقته فيجمعهم مع بعض في وقت الظهر ده ينفع قادي رخصة من ربنا سبحانه وتعالى على أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الأولى والأفضل الصلاة على وقتها بس مش إن الله يحب أن تؤتى رخص كما تؤتى عزائل حسنت ما أنا بقول لحضرتك الأولى والأفضل إننا أعمل هاخد بالرخصة إمتى لو أنا محتاج للرخصة هو أنا و أنا صايم ربنا سبحانه وتعالى قال للأصل الصيام قال لي في الآية فمن كان مريضا أو على سفر يعمله فعدة من أيام أخر يبدي اسمها رخصة من ربنا على أمة سيدنا النبي إنما الأصل بقاء الأصل على أصله إن الصلاة في وقتها هي أفضل الأعمال زي ما علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها و أنا بصلي الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين لذلك كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لسيدنا بلال اعمل إيه أرحنا بها يا بلال يعني أم أذن عشان نصلي عشان سيدنا النبي بيحب يقف من إيدين ربنا عشان الصلاة أنا بكلم فيها ربنا سبحانه وتعالى للأسف بعضنا دلوقتي عاد بصلي و بيفكر في الدنيا بعضنا عاد بصلي و منشغل ذهنه منشغل بالدنيا و بعد الصلاة هعمل إيه و في الفطر هجيب إيه و هعمل إيه و أروح أزور مين لا أنا عاوز الصلاة فيها تركيز زي ما كان بيعمل حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الإمام علي كان أول ما يتوضى وشه بيحمر فيسألوا يا إمام إذا أنت مبشر بالجنة ها بتوشك بيحمر ليه فيقول أتدرون بيني دايما سوف أقف أنتوا عارفين أنا هاف بن إيدين مين بن إيدين ملك الملوك سبحانه وتعالى فلازم استحضر عظمة ربنا سبحانه وتعالى في القلب عشان نواقف بكلم ربنا لذلك سيدنا النبي يقول أقرب ما يكون العبد من ربه في صلاته وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لذلك ربنا اللي سيدنا النبي كلا لا تطعه الشيطان وهسجد واقترب فده القرب من ربنا سبحانه وتعالى نعود لسؤالنا طيب يعني ما هو حكم جمع الفروض في نهار رمضان طيب جمع الفروض لا يجوز إلا في حالة انشغال وقت الإنسان بمعنى ما تعدش فاضي طول النهار وتقول لي معلش أنا هجمع في الآخر أصلي الخمس فروض مع بعض ده ليه؟ أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وإلا حضرتك بتأخر بقى وبتكسل وبتكبر دماغك واحد قاعد ما بيعملش أي حاجة وقول لي معلش أنا هقوم أصلي الظهر مع العصر أيوة مع حضرتك فاضي ما تقوم تصلي أفضل الأعمال الصلاة على وقتها إلا إذا كان عند حضرتك شغل زي مثلا إخواتنا بروحوا الجمعة مثلا ويجوا يقولوا والله إحنا في محاضرات في سيكشان طول النهار ومش عارفين نصلي فيجي عند الظهر والعصر والمغرب مثلا فيقولوا ينفع نصلي دول مع بعض آه ينفع نصلي لعزر لضرورة إنما بدون ضرورة ده اسمه تكاسل يبنا كده بضيع ربنا سبحانه وتعالى وهم إحنا بنسأل وإحنا بنعمل لربنا إيه سبحانه وتعالى بنقول للعبادة حضرتك العبادة دي مشتملة على إشادة لا إله إلا الله أنا سيدنا محمد رسول الله وإقام الصلاة الحاجة اللي إحنا بنعملها إتاء الزكاة ده على المستطيع صوم رمضان ده شهر في السنة برضو للمستطيع الحج لمن استطاع إلى ذلك يا سبيلة يبنا عندي الركن الثاني اللي هو الصلاة اللي هو المفروض إحنا ما نقصرش فيها لإن دي صلتنا بالله سبحانه وتعالى فأنا مش عاوز أكسل أنا بتكلم عن الجمع آل عزر ورخصة عندي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما إننا سبها تكاسل أو إننا مش فاضي طب ما حضرتك قاعد أم صلي أفضل الأعمال الصلاة على وقتها لأن ربنا سبحانه وتعالى آل في حق اللي هم بأخروا الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي الغي ده ستنا عائشة عند الإمام البخاري في التاريخ يتقول الغي هو واد في جهنم بعيد قعره شديد حره تستغيث منه ملائكة النار ما بلك بالله هيتحط في بأل هو أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات نسأل الله أن يرزقنا الجنة اللهم أمين طيب حكم ترك الصلاة في نهار رمضان هناك من يصوم ولا يصلي هل تقبل أو يقبل الله عز وجل صومه؟ كثير من الناس بيخلطوا بين صوم رمضان وبين الصلاة الصوم زي ما أشرت منذ لحظات هو ركن من أركان الدين زي ما علمنا حضرة سنة النبو في الحديث المشهور بنية الإسلام على خمس ومنها هو صوم رمضان وعندي تاني ركن اللي هو الصلاة ده ركن وده ركن طيب واحد بصوم عم الشيخه ما بصليه صومه هنا مش مكبول لا احنا عاوزين نعمل انفكاك في الجهة شوية بمعنى ان الصوم ركن والصلاة ركن يعني هو صومه صحيح ولكن فاته الأجر الكثير من الله سبحانه وتعالى إنما هقول صومه باطل لا مش باطل ها إنما هو صام أمسك عن الطعام والشراب والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بس ما صلاش هقول له فاته أجر كبير من ربنا سبحانه وتعالى لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أمته في رمضان تلت حاجات لمغفرة الذنوب والآثام يعني النتيجة اللي هطلع بها من رمضان في تلت حاجات يقول سيدنا النبي في الصحيحين من حديث سيدنا أبي هريرة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تاني حاجة ومن قاما القيام في الصلاة ومن قاما رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قاما ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جميل سنة النبي الداني الخلاصة في رمضان اللي احنا بنقول شهر القرآن وشهر الأرب من ربنا وشهر الدعاء وشهر البركات وشهر الجود والكرم كل ده مش هتحقق من غير ما تصلي فحضرتك هتصوم ومش هتصلي صوم حضرتك صحيح إن شاء الله ولكن حضرتك ضيعت أجر كبير من ربنا سبحانه وتعالى وضيعت ركن من أركان الدين ومش عاوز أقولك أن الصلاة أهم حاجة زي ما كان بعلمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة تمام كده فاللي بصومه ما بصليش فاته أجر كبير من ربنا سبحانه وتعالى وهيتسيل عندها بنئذ ربنا سبحانه وتعالى صحيح طيب اللي ما عندوش مكان في شغله إن هو يصلي فيه أماكن كتير ما بيبقاش فيها المصلى اللي احنا عارفينه علشان الشخص ده يصلي فيه يعمل إيه لو هو عاجي يصلي وخصوصا وإحنا في شهر رمضان يعني السؤال جميل حضرتك تفضلت بيه من خصائص أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي قال علينا لنا حاجة حلوة كده من ربنا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بمعنى إن كل الأرض أي مكان نظيف أي مكان كويس ده اسمه مصلى لكل أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري يقول أعطيت أمتي خمس خصال لم تعطهن أمة من الأمم ومن الخمسة دول اللي هو جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة يعني سمع الألان أو دخل وقت الصلاة فليصلي فعنده مسجده اللي هي الأرض وعنده طهورا اللي هو الماء لو موجود ولو عدم وجود الماء أو تعذر وجود الماء عند الطراب اللي هو التيامه فأحنا بنقول لكل واحد حضرتك هتتوضى وحضرتك المصلية ولا أي شيء هتفرشها وتستقبل قبلة وتصلي طالما المكان طائر وحضرتك توضأت وأحسنت الوضوء وتصلي ودي حاجة لأمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش شرط المصدع اللي أنا فيه أو مكان العمل مخصصين لمكان للصلاة لا مش شرط حضرتك تقدر تصلي في أي ركن في الحجرة اللي حضرتك بتشتغل فيها بشرط إن ده ما يعطلش مصلحة الناس ما جيش مثلا واحد بيعمل في حاجة خدمي والناس وقف قدامه بالطبور هيجي يقول لهم معلش أنا أصلي الظهر واخدين بريك نص ساعة أصلي الظهر لا قضاء مصالح العباد وبعد كده إن شاء الله صلي والصلاة ربنا جعل لها وقت موسع يعني ربنا ادانا وقت للصلاة مش هو الظهر الخمس دقايق تسمع الأدانة وقم تصلي ده أفضل أعمال عند ربنا سبحانه وتعالى ولكن ربنا وسع لنا الوقت شوية عشان أي حد ما لحقش الوقت في أوله يلحق يصلي وياخد أجر الثواب من ربنا سبحانه وتعالى وأفضل شيء صلاة الجماعة لذلك يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفاذ يعني الفرض بسبع وعشرين درجة تخيل لو أنا هاخد لوحدي وأنا بصلي درجة لو نديت زوجتي ونبيتي كده وأولادي وقلت لهم يلا هنصلي أخد سبعة وعشرين درجة وكمان أنا بعلم زوجتي وبعلم أولادي الصلاة القرب من ربنا سبحانه وتعالى وده علماء الاجتماع بقولوا ده اسم التربية بالقدوة يعني ما زوجتي بتنادي على بنتها وتنادي على ابنها ويصلوا مع بعض كده ده هنا هي بتربيهم بالقدوة ودي أهم حاجة وأساس في التربية وده حاجة احنا محتاجينها في بيوتنا نحن كمان في هذه الأيام لأن الصلاة قرب من الله سبحانه وتعالى وجعلت قرة عيني في الصلاة صحيح طيب حركة صارت نقطة مهمة جدا وهي نقطة عدد كبير جدا من الناس بتتكاسل عن أداء وظيفتها وخصوصا إذا كانت وظائفها وظائف عمومية وتقول أنا بصلي تقفل الشباك وتقول إحنا في وقت الصلاة ووقت الصلاة ده ربما يمتد لوقت طويل حكم ده إيه؟ مع العلم أن ما نقدرش نتنكر طبعا أن الصلاة جماعة والصلاة على أوقاتها ولكن إذا كان هناك تعاقد ما بين الجهة التي يعمل بها أن يكون شباكه أو شباك هذا الشخص مفتوح أمام جموع المواطنين مثلا من تسعة لتنين وهو وقفه مرتين حكم ده إيه؟ طيب هقول لحضراتك على حاجة بعض الناس عندها خلط إن أنا لو اشتغلت أنا هضيع حق ربنا سبحانه وتعالى الشغل في حد ذاته عبادة العمل عبادة بعض الناس بيشوفوا إن العبادة دي لأ أنا يجي فرض ربنا سبحانه وتعالى ده أولى وأفضل لو حضرتك متاح بديل لحضرتك بمعنى إن في حد زميله هيجي يمسك مكان العشر ده اللي أنا أصلي فيهم وهو هنبدل مع بعض ده لو متاح إنما مش متاح لأ حضرتك أنت بتاخد أجر في مقابل الوقت اللي حضرتك موجود فيه وسيستم العمل المفروض بدي العامل كده هو نص ساعة بريك أو ساعة الأربع بريك بيصلي فيهم وده موجود في اللائحة التنظيمية لجهات العمل فأنا بقول له لأ أفضل حاجة أن حضرتك تكون في خدمة هؤلاء الناس وقضاء حوائج الناس له فضل كبير عند ربنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن اللي يخضي لأخيه حاجة فكأنما اعتكف شهرا في مسجد سيدنا رسول الله وبعض الناس بيشوفوا ده العمل وما بالك ده موظف عمومي وبيشتغل على خدمة عدد كبير جميل سيدنا النبي دان حديث قال إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولكن يكفرها السعي في طلب الرزق فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقول لنا إن إحنا نعمل ونجتهد وربنا بقول وقل اعمله فسير الله وعملكم ورسوله شكرا جزيلا لك الشيخ الساد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي الفاتوة الإلكترونية تحدثنا على كبير من الموضوعات اللي ربما يعني أثرت انتباه عدد كبير جدا من المسلمين خلال شهر رمضان شكرا جزيلا لك شكرا لحضر وبكده خلصت حياتنا النهاردة نشوفكم بكرا إن شاء الله في نفس الموعد نصبع عليكم مرة تانية صباح الخرق